فقد رغبت الشريعة أن تنتشر في الأمة الأفعال الجميلة ولن تنتشر الأفعال الجميلة إلا بذكرها وبالإشادة بفاعليها وفي المقابل رغبت الشريعة في التقليل من الشر والسوء والأعمال الفاسدة أو بإعدامها بالكلية ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بالثناء على من يفعل الخير وفي نفس الوقت جاءت الشريعة بالنهي عن ذكر عيوب الآخرين وذنوبهم فنهت عن الغيبة كما في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وأول الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتنا وارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدرون ما هذه الريح هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين وفي حديث أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورة يفضحه ولو في بيته وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وإنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة وفي حديث عمر بن الشعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له يعني لا يركب على الناق حتى يهيأ له وهكذا في الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه فجعل هذا من الغيبة قالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه فإنه يكون عليك حينئذ الوزر ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يذكر معايب الآخرين ومما يتعلق بهذا أن النصوص التي نهت عن الغيبة كما تشمل الصغير تشمل أيضا الكبير وتشمل الرجل والمرأة فالجميع مخاطبون بذلك وهكذا أيضا يستشعر الإنسان أن أصحاب الولايات يعظم إثم مغتابهم وذلك لما يترتب على اغتيابهم من تنقيص مكانتهم مما قد يؤدي إلى عدم امتثال ما يأتون به من أوامر عن الله جل وعلا